وللمزيد حول حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البرية واستقبال طائرات المساعدات الدولية عبر مطار العريش يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كاريم بي بارس خلال هذه الرسالة تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية ومنذ إعلان الهيئة العامة للسعلمات عن زيادة عدد دخول الشاحنات الإغافية المختلفة بمختلف أنواعها من شاحنات مواد غذائية وأيضا مستلزمات طبية ولكن ربما من أهم الشاحنات التي تدخل يعني ربما هي شاحنات المواد البترولية من الغاز والبنزين وغيرها من مواد الطاقة التي تستخدم إما في المستشفيات أو حتى المولدات الكهربائية المختلفة للتخفيف عن الأشقاء في فلسطين نتحدث عن يوميا تقريبا يدخل إلى عبر بوابة معبر رفح المصرية ما يقرب من يعني 300 إلى أكثر من 300 شاحنة حد أدنى 300 شاحنة حسب الهيئة العامة لاستعلمات ربما يعني رصدنا بالأمس دخول 259 شاحنة بالإضافة لست شاحنات من الغاز ومنذ صباح اليوم هذه الشاحنات ما زالت تستمر في الدخول يعني كيفما توضح الصورة دخول هذه الشاحنات تدخل الشاحنات من على يساري إلى معبر كرم أبو سالم ليتم التطقيق في هذه الشاحنات من قبل قوات الاحتلال وعلى يميني أيضا تدخل الشاحنات لعبر بوابة معبر رفح المصرية لتدخل إلى الناحية الأخرى ربما أيضا رصدنا بينما نحن نتحدث أيضا سيارات الإسعاف تستعد للدخول لبوابة أيضا معبر رفح لاستقبال المصابين حيث استقبلنا حتى الأمس يعني 30 مصابا من الأشقاء في فلسطين يتلقوا العلاج في المستشفيات المقتلة والآن عودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو